الراديو 9090 هواها مصري بقى بحسب ما اعلنوا في تونس خبالك يعني حسب ما اعلنوا في تونس هيبقى فيكتور جوميز الاخبار بتطلع الاول في تونس بتطلع الاول في المغرب وبعدين انت لانه هو المفروض والطبيعي برضه عشان الناس تبقى معانا عشان تفهم من وجهة النظر ايه انه الطبيعي انه لا يتم الاعلان عن اسم حكم او يتم التسريب اسم حكم الا من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الافريخي لكرة القدم يعلن يقولك فيكتور جوميز هو حكم المبرر احنا الاسف دلوقتي الناس بنسمعها من بره ده من ضمن الحاجات برضه تدايق وتشعرك انه في دايما حالة من حالات اللغط كده وانه في قوة للوبي اه شمال افريقيا اللي هو تونس مغرب اه على حساب انه التواجد المصري بقى اضعف بكتير حياة في الاتحاد الافريقي ده بيعكس لك يا ابراهيم انه فيه خلل وفيه اه تضارب ما بين اللجان في الاتحاد الافريقي نفسه يعني المفروض اللي لما بتاخد انت كلجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لما بتاخد قرار بتعيين فلان لإدارة مباراة كذا القرار بيتاخد من لجنة الحكام بيتم ابلاغ الميديا لجنة الاعلام في الاتحاد الافريقي وبناء عليه لجنة الميديا بتاخد القرار بتبدأ تعلنه في وسائل الاعلام اللي تخص الاتحاد الافريقي يعني مثلا البيتج بتاعته على فيسبوك على تويتر على انستجرام بينزله صورة مثلا للحكم مع لجو الناديين ان الحكم الفلاني هو اللي هيدير لكن ان انت تعرفها من صحفي او من جريدة معينة في تونس او من قناة او من محطة راديو في تونس شايف او بلاش تونس عشان ما انشخصنش يعني في شمال افريقيا سواء مغرب او جزائر او تونس فده شايف ان ده خلل عدم وجود نظام ثابت واضح الكل بيمشي عليه في الاتحاد الافريقي نقطة اخيرة لحد امتى هيقعد الكلام بيتداول على فساد داخل الاتحاد القري لكورة القدم هنا في الكاف الاتحاد الافريقي لكورة القدم لحد امتى عاوزين نحط نهاية عاوزين نتنقل بالكورة الافريقية لنروح بيها لبعيد شوية بلبط بلبط حاضر